وكالعادة قلوبنا مع أشقاءنا في فلسطين ولتزال مواقف النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره مستمرة دائما لدعم الأشقاء لأنه أعلنت إدارة النادي عن وجود ستة سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات أستاذ القاهرة زي ما حضراتكم شايفين صباح غد الثلاثاء للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين وجاء ذلك بناء على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عددا من السيارات أو عددا من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير النادي الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سنبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع وبالفعل أرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس وأكدت على وجود السيارات المشار إليها لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير النادي الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم الشرعية اشتركوا في القناة